رحلة الخمسة ألاف كيلومتر تبدأ بخطوة واحدة خطتها عائلة أوكرانية فرت من مدينة ماريوبول المحاصرة وصولا إلى برينيفور في سربيا رب الأسرة سيرجي هرب بأسرته تحت القصف رحلة استغرقت قرابة أسبوعين عبروا خلالها أوكرانيا باتجاه جورجيا ثم تركيا قبل الوصول إلى بلغاريا إلى أن حطوا الرحالة أخيرا في سربيا والدتي وشقيقتها تعيشان في حي عند مخرج ماريوبول قريبا من الميناء كان لديهما قبو وملجأ من القنابل لذا اجتمعنا هناك ثم قررنا من بعدها الهروب يومان بعد مغادرتنا بدأوا في قصف المنازل وانقطعت الخطوط الهاتفية والكهرباء والغاز أيضا اضطررنا للطهي في الشارع تحت القصف وتحت دوي القذائف هربنا لننقذ أنفسنا كانت القذائف تتطير حرفيا فوق رؤوسنا وكانت الشظايا تتساقط في أواني الطهوة الهاربون من ماريوبول ينامون في الحافلات والسيارات يطهون في الشارع ويشربون مياه المطر في البداية كنا نحاول تغيير الملابس وغسلها ثم انقطعت المياه ولكن لحسن الحظ تساقط الثلج وكنا نجمعه ونذوبه كما كنا نستخدم مياه الأمطار وتلك التي كانت تتساقط من الأنابيب وكنا نجمعها في دلو للاستخدام اليومي وكان من بين المجموعة التي رافقتنا طبيب بيطري أعطانا ما معه من مواد معقمة من جهة عمدة ماريوبول فاديم بوتشينكو انتقد عدم وصول العدد الموعود من الحافلات لإجلاء المدنيين المحاصرين قضية ليست فريدة من نوعها وسنسمع مثلها كل يوم يرويها الهاربون من جحيم الحرب والقاسم المشترك بين جميعها النجاة بأرواحهم